بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بالكرام اخواننا المهتمين بشؤون زراعة الخضر والبيوت المحمية اهلا وسهلا بحضراتكم والرسالة اللي قدام حضراتكم ديت جتني من اخة من المنوفية زارع خيار تمام وطبعا الصورة تم التعديل عليها انا معدلتش الصورة بس انا حطتهم جنب بعض كده على برنامج الباور بوينت علشان بس الناس تشوف اللي بيحصل ايه الناس اللي هي بتتعامل مع النبات وكأنه يعني شغل العطارة يعني زي ما بنقوله تمام والناس يعني يمكن اعمى قلوبهم الكسب المادي وتغاضوا تماما عن الحلال والحرام وعن الناس يعني ربنا يكون فيهم كل حد يعني يصبروا على اللي هو فيه تمام لما يبقى الزرع بتاع حضرتك على اليسار اللي انت شايفه ده هو تقبل الرش زي الفل وبعض الرش زي ما انت شايف الصورة عاملة ايه في الاوراق تمام اخونا دهوت بقول السلام عليكم هندسة كان فيه عندي بيض دقيقي على الوراق ورشيت بيكربونات سوديم وبعد ما رشيت لون الاوراق غير هل كده وقف والصورة دي قبل الرش بعتلي بعدها بعتلي بعدها الصورة التانية وده بعد الرش هل كده مظبوط ولا في حاجة غلط ارجو الافادة تمام وطبعا اللي بعتلي بكلام ده مهندس الصورة اللي هنزلها بس خليك لاخر الفيديو الصورة اللي هنزلها طبعا بقول لي والكلام عليه الله اعلم علشان ما بشلش على رقبتي بقول لي اللي قال لي كده مهندس تمام طيب اول حاجة يا جماعة الخير يعني بغض النظر عن اللي شخص مهندس ولا غيره بالله عليكم في حد شايف في الورق اللي اليسار دي في حد شايف بياض دقيقي ده ده مش بياض دقيقي بالمرة تمام اطلاقا لا يمكن يبقى بياض دقيقي الا على اليسار ده اللي هو قبل الرش ده بياض الدقيقي يا حضرات تمام اولا اللي موجود ده بيبقى بقايا رش مبيدات بقايا رش اسمدة لما بنرش لو في عندي املاح اساسا فيه مية الري او في الطربة النبات بيطلعها في صورة مية نتح على الصغور بتاعة الورقة تمام واللي بيفيبقى على حواف الورقة كده وبيحصل كمان شوية هيحصل عنده احتراق كده بسيط او لون اصفر احنا دايما الناس اللي هي يعني مش متخصصة او تقول لك ده ناقص كالسيو بوتاسيام اسف تمام لا ده ممكن يكون بقايا مبيدات بقايا ان هو سمد ورقي ممكن يكون عنده بس املاح بسيطة في مية الري والحياة جدية احنا بنشوفها كل يوم فين البياض الدقيقي اللي فديت والله وبالله ما فاهو بياض دقيقي خالص تمام ولا دي تشخص بياض دقيقي طيب حضرتك حتى لو بياض دقيقي يا باش مهندس فرضا ودين طبعا مش بياض دقيقي تمام بالله عليك ابوك خسر عليك اربع سنين في الكل كلية ايه ده من الابتدائي وهو شايل الطين على دماغه تمام علشان يطلعك تخرب بيت الناس بالطريقة دي تمام تمام هو احنا ليه ما بنقول ما بنعرفش ايه المشكلة تمام انا واحد بيسألني في الفكة بقوله والله على قدي فيها ايه المشكلة ايه عبني في كده تمام راجل مش تخصصي هو انت ما انت بتروح له دكتور بطنة وبتروح له دكتور قلب وبتروح له دكتور عظام وبتروح له دكتور الستات بروح النساء ولاد او فيه دكتور بيشتمن على كل التخصصات ايه العب انك تقول مش عارف يعني تمام والله ما فيها اجدع دكتور بيقولك روح اعملي تحليل بيعمله بقى للمنفعة بقى عشان يحلل او هو عارف او عايز يرسي فعلا على المرض طب انت ليه ايه المشكلة يعني كزرعي تقول والله انا مش عارف ايه المشكلة يعني وانت كمزارع يعني كمزارع حضرتك وسيادتك ازاي تصدق حاجة زي كده انا عايز اعرف يعني البيكربونات دي الستة عايز اتبيض سنانها هاتي هاتي شوت بيكربونات ودعكي سنانك بيهم واحد رومانتيك اوي عايز بيض سنانه عشان لما يضحك يعني يظهر لنا الامر اللي يطلع من بين الشفايف تمام فده ماشي يا سيدي واحد عايز تعمل شوية كيك باهمني تستخدم بيكربونات الصودية اما انت انت زرع زي كده ليه توصل النبات كده ومين اللي تبيعه ومين سمح ان هو اتباع في المحلات اساسا بتاعت المبيدات يعني حاجة من اغرب ما يكون حاجة من اغرب ما يكون شغل الاعتارة ده جماعة انتوا بتضروا به نفسكم فارجو بالله عليك يعني هي يعني شايف الورقة عليها صارك تشغال النبات والله ما شاء الله حاجة مية مية انا كمهندسة دي له عشر على عشر تمام اما العليمين دي تبتدى يضيع في الورقة تمام ولما حضرتك بضيع الورقة قلنا ميت مرة ومذاكرينها وحفظينها ان الورقة مصنع الاغذاء الغذاء تمام طالما اتضمرت الورقة خلاص النبات اكيد بيتعب تمام المهم انا طمنت الراجل وقلت له يعني هي ديت اولا ده مزباية دقيقي بالمرة اطلاقا يعني وانا لو عندي طالب وانا في كلية بدرس ولا حاجة وقال لي ده باية دقيقة هتدي له صفر على طول بس صفر بقى بلغة رمضان مبروكة ابو العالمين حمودة صفر هتبقى كده يعني مش هتبقى صفر بالراحة كده يعني زهر لا هتبقى بلغة رمضان مبروكة ابو العالمين حمودة امنت الله يعني ارجو ان المهندس المحترم يعني يشوف الوضع ده هو ده لو هو مهندس صحيح وانا بسدق كل الناس الله اعلم بقى يعني كان الرجل يعني بس والله قال تمس فيه الخير رجل جنتل وبين حتى من الكتابة بتاعته انه رجل متعلم يعني مش ملخبط في الكتابة والحاجة في يا جماعة الخير يعني والله فرق يعني لما واحد بروح يسرق تمام والله لو صبر لو صبر والله الرزق كان هيجيله مش شعره وقال جدا هل يعني الرزق اللي جاله في الحرام دوت وروح سرقه والله لو ربنا لو صبر هو شوية بس ربنا كان هيدهوله في الحلاء ما عندكش مشكلة خالق واللي بيروح برضه للحرام لو صبر والله العظيم على نفسه هتجيله بيت الحلال في الحلال برضه والله العظيم بس الإنزان ولكنكم وناس تستعجلون يعني تمام بس فالقصة وما فيها لو انت النهاردة لو انت النهاردة خدت بال حضرتك وشفت الفرق بسيط بسيط خالص 200-300-400-500 جنيه يعني لو الخيار فيه سعر كويس هتجيبهم في 100 كيلو ولا 200 كيلو بخيار زيادة أما تدمر محصول كامل الله أعلم مساحته قديه تدمر محصول بزور وأسمدة ومولاها انت شغال لحد موديت تقريبا عمر شهر يعني تمام والآخر توصلنا للحل دهوت والله حاجة يعني أنا أنا كنت يعني لأن عشان المصيبة اللي انت كنت فا كنت منضبط مع حضرتك يعني على يعني منضبط أو بصراحة ربنا لأن أنا من النوعية اللي بغير جدا على شغله وبغير جدا والله على المزارع لأن أنا أصلا شايف الليلة شكلها إيه الدنيا شايف شكلها إيه وكله شايف الدنيا شكلها إيه فعلشان توصل للوضع دهوت والله العظيم حرام والمهندس اللي كان الله رحمه الشيخ عبد حميد كيشك كان يقول يا فتى تعلم قبل أن تتكلم فيجب أن أنت تتعلم قبل أن تتكلم يعني يعني أنت طلعت من الكلية خلاص بقيت الباش مهندس الزين الهندسة حاجة كبيرة بس الهندسة دي لما واحد بيستقلي بيك بقول لك يا مهندس بالزين ماشي أما المهندس دي حاجة كبيرة يعني إنجينير دي يعني حاجة كبيرة يعني فاهمني فخلي الناس يعني اتعلم الأول وخد الخبرة الأول ويسيبك من القصة النظرية دي قالص تمام اتمرمت خمس ست سبع عشر سنين من عمرك مش مشكلة بس بعد كده تبقى إنسان محترم بتحترم نفسك والناس بتحترمك هي كمان يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني يهدي كل الناس شكركم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة